تعتبر كوريا الجنوبية معدل الولادات المنخفض في البلاد حالة طوارئ وطنية وقد أنفقت المليارات لتجيع المواطنين على الزواج والإنجاب لكن مؤثرة شهيرة على منصة يوتيوب تروج خلافا لذلك للسعادة والنجاح في حياة العزوبية لكنني أقول أنني 행복하다고 فعلت ذلك فعلافا لذلك فعلافا لذلك في منزلها الواقع في ريف كوريا الجنوبية تُمارس سين أرهم اليوغا وتنام بقدر ما تريد وتشجع أكثر من 200 ألف متابع لها على اليوتيوب على عدم الشعور بالخوف أو الخجل أو الظنب بسبب كونهم عازبين مازالت كوريا الجنوبية بلدا محافظا اجتماعيا فهي لا تحبذ ظاهرة الأم العزباء وغالبا ما ينتهي الأمر بالنساء المتزوجات إلى ترك سوق العمل وتشير البيانات إلى أنهن يمضين في المعدل وقتا أطول بثلاث مرات ونصف يوميا في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال مقارنة بشركائهن الذكور